جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث عظيم حديث يجب على كل مسلم أجوباً أن يجعله دائماً حاضراً لماذا؟ لأنه يجنبك كثير من المشاكل والفتن ما هو هذا الحديث؟ هذا حديث العرباض بن ساريا رضي الله عنه الأمر التالي من شخصية المسلم أنه متبع للكتاب والسنة متبع للكتاب والسنة الله سبحانه وتعالى يقول اتبعوا ما أُزِلَ إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون أيضاً جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث عظيم حديث يجب على كل مسلم أجوباً أن يجعله دائماً حاضراً لماذا؟ لأنه يجنبك كثير من المشاكل والفتن ما هو هذا الحديث؟ هذا حديث العرباض بن ساريا رضي الله عنه يقول العرباض يقول صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام يوماً يقول ثم أقبل علينا أنا أريد أن تتأملوا في هذا الحديث وكأنكم تعيشون مع الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذا الموقف يقول وهو يصف انظروا وصف دقيق قال فأقبل علينا أي النبي عليه الصلاة والسلام فقال وعظنا موعظة بليغة درافت منها العيون ووجلت منها القلوب انظروا إلى هذا الوصف الدقيق يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما وعظ الصحابة كانت موعظة بليغة ماذا يدل هذا الوصف؟ عندما تسمع هذا الوصف الصحابة رضي الله عنهم لم يذكر في حديث آخر مثل هذا الوصف الدقيق الذي ذكره العرباض بن سالي رضي الله عنه قال في هذه الموعظة ذرافت منها العيون يعني عيون الصحابة رضي الله عنهم ووجلت منها القلوب إذن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أمر عظيم فماذا قال الصحابة؟ قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودة كأنها موعظة مودة فزح الصحابة يعني ما سيقوله النبي أو قاله النبي أولاً ثم ما سيقوله إذن أمر مهم يحتاجه الصحابة ونحن أكثر أيضاً نحتاج إلى مثل هذه الموعظة التي قالها عليه الصلاة والسلام وقالها لصحابته وأوصاهم بعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم استغلوا مثل هذا الأمر مثل هذا الموقف قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فماذا تعهد إلينا؟ إذا كان النبي سوف يودعهم معناها الموت والمفارقة معناها أنهم يحتاجون إلى وصية وهكذا الناس دائماً عندما يذهب إلى شخص يعرف مكانته وحكمته وعنده من القدر والمكانه من العلم يطلب منه دائماً ماذا؟ الوصية أريد منك وصية أحتاجها ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا لنبيه أوصنا طلبوا منه الوصية لأنها موعظة مودع ولم ينكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فماذا قال لهم؟ قال أُوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة أُوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة هذه الوصية ليست للصحابة فقط بل لنا أيضاً هي لمن كان واحتاج إليها ونحن جميعاً نحتاج إليها في جميع شؤون الحياة التقوى وهي الأساس ولا أريد أن أقف على هذه المعنى لأنها تحتاج إلى محاضرات ولكن سوف أذكر لكم هذا الحديث لكي تتأملوا ما نحتاجه في تكوين شخصية المسلم كيف تكون هذه الشخصية من ذلك هذا الحديث قال أُوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً فإنه قال فإنه من يعش منكم بعد النبي عليه الصلاة والسلام هذا تأكيد أيضاً من النبي أن هذه الموعظة للصحابة بعد موته فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافاً كثيراً فسيرى اختلافاً كثيراً طيب حصل الاختلاف ماذا تصينا؟ قال فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الْرَاشِدِينَ ماذا؟ فقط علينا قال تمسكوا تمسكوا بها فقط قال تمسكوا تأملوا هذا الحديث العظيم قال تمسكوا وانتهى؟ لا قال تمسكوا بها وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ شوفوا الوصف الدقيق يعني هذه الوصفية تمسكوا بها تمسكوا قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد الحبشية فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد ثم قال اسمعوا هذا ما ذكرناه لكم عندما ذكرنا لكم المحدثات اللي تحصر الفتن وغيرها وهذا ما يحذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام فقال وإياكم ومحدثات الأمور وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة أي ليست على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا على هديماً الصحابة الخلفاء الراشدين كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إذن هذا حديث عظيم يعطينا من المعاني العظيمة التي نحتاجها في تكوين شخصية المسلم في حياته إذن هذا هو الأمر الثاني وهو ما يتعلق باتباع الكتاب والسنة